السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله عاجل بلاغ جديد اليوم ويهم الجميع ويهم أيضا جميع التلاميذ والأباء بلاغ صحفي كان اليوم 40 أمبير 2021 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تصدر وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 بناء على قرار الليجن الطبية الإقليمية في إطار استراتيجي الوطني للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 تمنح للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح تقديم ملفهم الصحي إذا بالنسبة لأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح يجب عليهم تقديم ملف الصحي على تقديم ملفهم الصحي التبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم حيث ستبث لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم وحسب موانع التلقيح المطروحة لتبث فيها ومن أجل تسهيل عملية تقديم طلبات يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضيد كوفيد-19 تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوعة ببطاقة تعريف الوطنية ورقم هاتف المعني بالأمر إذا بالنسبة للوثائق الضرورية للحصول على وثيقة الإعفاء من التلقيح يجب تقديم ملف طبي أو شهادة طبية تبين موانع التلقيح مصحوبة ببطاقة تعريف الوطنية ورقم هاتف المعني بالأمر إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر السكن وبعد دراسة الملف سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طالباتهم برسالة قصيرة من الرقم 17-17 تخبرهم بذلك وأن وبإمكانهم تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح من البوابة الإلكترونية لقاح كورونا.ما إذا مصفة عامة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح يجب تقديم ملف طبي وسيتم البذ في طلبهم إما بالقبول أو بالرفض في حدث القبول سيتم إشعارهم برسالة قصيرة من الرقم 17-17 ويمكنهم تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح من البوابة الإلكترونية لقاح كورونا.ما هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتمنى الصحة والسلامة لجميع وما تنسوش إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو لا كنتم أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس لإصدقاءكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته